رجل من دولة خليجية ملتزم ويعرف حقوق الله وكذلك زوجته وأولاده بعدما تقدم العمر بزوجته لم تعد لها القدرة الكافية على القيام بالواجب المنزلي فطلبت منه إحضار خادمة ورغم اعتراضه على ذلك الأمر من داخله إلا أنه وافق نظرا لظروف زوجته الصحية وقام بطلب خادمة عن طريق صديق له وحضرت الخادمة وكانت فلبينية مسيحية كاشفة الرأس فدعاها لتغطية رأسها فاستجابت على مضض وبدأت تعمل وبعد شهرين جاءت رسالة لها في البريد وعلم صاحب البيت منها أن خطيبها مريض ولا بد لها أن تذهب إليه لتطمئن على صحته وتعود بعد أسبوعين وكانت زوجة وأولاد صاحب البيت مسافرين ولم يتبقى سوى يومين لقدومهم فقال الرجل أستطيع أن أدبر أمرها كان الرجل يعمل في شركة من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الخامسة مساء وكان يتعمد التأخير حتى لا يخلو بها وعندما عاد صاحب البيت وبعدما عرفت الخادمة منه موعد قدوم العائلة بدأت حركاتها تختلف وفي ساعة متأخرة من الليل طرقت عليه الباب وأخبرته وهي تبكي أنها لا تستطيع النوم في غرفتها فاقترح عليها النوم في حجرة الضيوف وأغلق الغرفة التي ينام فيها ولجأ إلى الله بالدعاء راجيا منه أن يصرف كيدها عنه وأخذ يصلي حتى مضت تلك الليلة بسلام وفي اليوم التالي وبعد انتهاء صاحب البيت من عمله حضر للبيت متأخرا تجنبا لها وما كد يجلس ويبدل ملابسه في غرفته إلا والخادمة تطرق بابه وتدخل عليه وقد تزيلت وتسأله إن كان يريد خدماتها وتكرر هذا الأمر وكل مرة تغير تسريحة شعرها ورجل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويدعو بإخلاص شديد أن يقيه الله فتنتها ثم نام واستيقظ على أذان الفجر وإذا بها لم تنم وبعد أن صلى ودع الله أن يحميه من هذا الشيطان وجهز نفسه للخروج إلى عمله مبكرا وجد الخادمة تبكي وتندفع إلى الكرسي الذي يجلس عليه وتقول له أنا أريدك وكنت أظن أنك تريدني أيضا وحاولت أن أوقعك ولم أستطع غضب الرجل ووجه لها كلمات قاسية فاعتذرت وقالت له لقد خدمت في كثير من البيوت الخليجية وفعلت ما فعلته معك واستطعت أن أوقع أكثر من 90% من أصحاب هذه البيوت وأمسكه من يده التي تؤلمه وأخذ منه أموالا كثيرة بتهديده بالفضيحة وكنت أنوي أن أوقعك لأبتزك بنفس الطريقة ولكني لم أستطع ثم وعدته أن تعمل على أكمل وجه وبأمان فوافق على ذلك وحضرت العائلة وأخبر الرجل زوجته بالقصة ثم بدأ يدعوها للإسلام وأحضر لها بعض الكتب الإسلامية وفي يوم من الأيام قالت الخادمة لصاحب البيت لقد وجدت فيك الرجل الأمين المسلم القوي الذي لا ينهار للشهوات رغم الإغراءات التي قمت بها لأوقعك في شري بل بالعكس أنت الذي أوقعت لي ولكن ليس في شرك بل في الخير كله هل يوجد مسلمون مثلك بهذه الأمانة؟ فقال لها أنا بالنسبة للآخرين لا شيء فقالت له أريد أن أسلم الآن فذهب معها إلى المحكمة الشرعية وأعلنت إسلامها يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بعد عام من العمل خارج البلاد عاد أسامة إلى بلاده لقضاء أجازته السنوية والتي تمتد لمدة شهر وعند عودته فوجئ بشقيقته ترتد الحجاب وتراعي لها في تصرفاتها ففرح كثيرا وعلم أن سبب هذا التغير كان بسبب فتاة من خلال مناقشات كتابية لها على الفيسبوك فتابعها وأحبب موضيعها التي تطرحها وأسطوبها الهادي الذي غير سلوك الكثير من الفتيات والشباب للأفضل وتمنى أن تكون هذه الفتاة زوجة له دون أن يعرف عمرها ولكنه توقعها شابة جميلة واستطاع عن طريق شقيقته الحصول على هاتفها وقبل سفره بأيام اتصل بها وأخبرها بإعجابه الشديد بها وأمنيته في الارتباط بها عند عودته بعد عام فوعدته بالتفكير في الأمر بعد سفره كان يتصل بها بين الحين والآخر حتى اقتنعت الفتاة به بعدما أعجبت بأخلاقه واتفق على لقاء بينهما عند عودته ومر العام وأسامة في شوق كبير للقاء الفتاة التي شاهدها فقط بقلبه وعند عودته حدد معها موعد للقاء أمام أحد المطاعم فأخبرت بأنها ستعلق على صدرها وردة حمراء ليتعرف عليها وسط الزحام وصل أسامة أمام المطعم الشهير ووقف ينتظر الفتاة وأخذ يدقق في كل وجه يمر أمامه حتى لمحها كما رسمها في خياله جميلة أنيقة ملتزمة ولكنه لم يجد وردة حمراء على صدرها ومع ذلك اقترب منها مبتسما ومنوحا بيده وكاد يغمى عليه عندما مرت من جانبه وتجاوزته ولاحظ خلفها سيدة في الأربعين من عمرها وقد وضعت وردة حمراء على صدرها تماما كما وعدته فتاته أن تفعل فشعر بخيبة أمل كبيرة وقال لقد أخطأت الظن توقعت بأن تكون الفتاة الشابة الجميلة التي تجاوزتني هي الحبيبة التي انتظرتها وليست هذه الذي تكبرني بأعوام كثيرة ثم أخفى أسامة مشاعره وقرر في ثوان أن يكون لطيفة وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان واستجمع قواه وحياها بأدب وقال لها أنا أسامة الذي انتظرك منذ عام ليرتبط بك وهذه شقيقتي تفضلي لكي نتناول طعام الغداء معا ردت السيدة أنا لست من تظن ولكن منذ دقائق اقتربت مني شابة جميلة قبل أن تمر بقربك منذ لحظات وأعطتني وردة حمراء وقالت سيقابلك شاب الآن وسيظن بأنك أنا إن لم يغضب أو يهرب أخبريه بأنني أنتظره داخل ذلك المطعم أما إذا تركك غاضبا أتركيه وشأنه فرح أسامة فرحا شديدا وأسرع داخل المطعم ليجد الفتاة تفتسم له وهي تجلس بجوار شقيقها الأصغر منها وبعد أيام تم الزواج ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون رجل غني يملك مزرعة فاكهة خاصة به كانت تخرج له أجود الأنواع وكان بجانب مزرعته قطعة أرض زراعية لرجل فقير صالح لا يمتلك سواها وأولاده الثلاثة ما زالوا صغارا ولم يستطع زراعتها لمرضه وعدم وجود أموال للإنفاق عليها وقد حاول هذا الغني كثيرا مع صاحب الأرض كي يوافق على ميعها له ولكن صاحبها رفض وبرر رفضه البيع بأن قطعة الأرض هي ملك لأبنائه الصغار وأنه حارس عليها فقط وليس من حقه التفريط فيها قرر الرجل الغني الحصول على أرض الفقير ولو بالقوة خاصة أن الفلاح الفقير لا يملك أوراق تثبت ملكيته لتلك الأرض التي ورثها عن والده حيث أن أغلب الأهالي في القرى لا يهتمون كثيرا بالأوراق الرسمية أحضر الرجل الغني شاهديني ودفع لكل واحد منهما مبلغا كبيرا مقابل الشهادة أمام المحكمة بأنه المالك الشرعي للأرض وبالفعل بعد عدة جلسات استطاع الرجل الغني الحصول على تلك الأرض حزن الفلاح الفقير حزنا شديدا ورغم مرضه خرج من بيته يبكي ويصرخ قائلا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انتقم من الظالم حاول صاحب المزرعة كثيرا زراعة أرض الفقير ولكن دون فائدة مع أن الخبراء أوضحوا له أنها أرض صالحة للزراعة وضاع عليه كل ما أنفقه لزراعتها لم تكن هذه أول صدمة يتلقاها صاحب المزرعة بل إن مزرعته التي تميزت بإخراج أعلى وأجود أنواع الفاكهة قد بدأت الآفات والحشرات الأرضية تتسلط عليها في وقت الحصاد وخسر أيضا الكثير من الأموال وتمر الأيام وهي تعرض صاحب المزرعة وأبناؤه لعدد من الحوادث التي كادت أن تؤدي بحياته وحياة أبنائه فاستمع لنصيحة زوجته بالتوبة إلى الله وإعادة الأرض لأصحابها اقتنع صاحب المزرعة بكلام زوجته واستغفر ربه وتاب إليه وأعاد الأرض لصاحبها وتكفيرا عن ذنبه في حق صاحبها وتعويضا له عما أصابه من حزن وأسى أعطاه مبلغا من المال كي يعينه على زراعتها وأهدى إليه بعض المعدات التي تساعده على الزراعة ففرح صاحب الأرض كثيرا وإذا بالأرض التي لم تنتج من صاحب المزرعة قد أصبحت أفضل إنتاجا من أي أرض كما أن صاحب المزرعة وجد المزرعة قد اختفت منها الآفات والحشرات ولم يعد لها أي أثر وعادت تنتج كما كانت من قبل فحمد الله كثيرا فعلم أن ما حدث له من هم وحزن وحوادث وخسائر مالية كان بسبب ظلمه للرجل الفقير الذي استطاع عن طريق الأرباح أن يربي أولاده ويوسع على أسرته ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا فتاة جميلة ذات خلق ودين ومن أسرة كريمة صالحة خلال ست سنوات ووالدها يرفض كل من يتقدم لخطبتها بعد أن يجلس معه وذلك لسبب لم تكن الفتاة تفهمه ويرفض أي نقاش في ذلك الأمر منها أو من أمها وإخوتها ويقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتقوا الله في النساء وأنا أتق الله في ابنتي كان يقابل كل من يتقدم لابنته وحده في غرفة الضيوف وبعد أن يخرج الشاب تسرع والدة الفتاة لسؤال زوجها عما حدث فيقول لها لم يعجبني المهر ليس له نصيب في ابنتنا وهكذا كان رده مع أكثر من عشرين خطيبة حتى بدأ الحزن يتسلل داخل الفتاة وبدأت تغضو من أبيها لوقوفه في وجه زواجها خاصة وهي تعلم أن والدها لم يكن في يوم من الأيام يهتم بالمال بل دائما كريما وينفق الكثير على المحتاجين والأرامل واليتم وفي الحقيقة كان يسأل كل متقدم بطريقة غير مباشرة عن القيم وحسن الخلق وكمال الدين وبعد ستة أعوام على تقدم أول خطيب للفتاة حدثت معجزة ووافق الأب على أحد المتقدمين وتم بالفعل الزواج دون أن يذكر الأب المهر والغريب في الأمر أن الشاب الذي وافق عليه كان متوسط الحال بل وأفقر من الذين سبقوه لطلب يد ابنته ومرت السنين ولم ترى الإبنة من زوجها شر أو ظلم وإنما رأت كل الحنان والرفق واللطف إلى أن جاء اليوم الذي توفي فيه الأب وبعد انتهاء العزاء جاء الزوج وضم زوجته لصدره وقال لها يا صغيرتي لا تحزني وعندما تعجبت من كلمة صغيرتي منه نظر إليها بلطف وقال نعم صغيرتي حين تقدمت لخطبتك سألني والدك عما أستطيع فعله من أجلك ففكرت قليلا ثم قلت له أنا لا أملك الكثير يا عم ولكن أقسم لك أن أحنو عليها كما لو كانت ابنتي ومن صلبي وأن لا أجعلها تشعر بيتمن حتى وإن فقدتك عندها ابتسم والدك وضمني وقال هذا مهرها لقد زوجتك ابنتي بكت الزوجة كثيرا وعلمت أن والدها ظل ست سنوات يبحث لها عن زوج يحفظها ويرعاها ويرفق بها وعندما وجده اطمأن له وأهداه لابنته يعوضها صبر الست سنوات وقد كان والحمد لله وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ترجمة نانسي قنقر